مرحبا بكم في قناة تحفة يوب قمة عربية مساجلة وحاسمة في الجزائر وتأييد عربي وسع لكن دول تتعارض موقفهم مع الأهداف وهذا ما سيحدث معهم بالتفصيل مع دعم المملكة العربية السعودية وموقف الرئيس بون من محمد سادس ومحمد بن زايد بداية مفاجأة غير متوقعة بعودة مرتقبة لعقد قمة عربية في الجزائر لمحاول أن تكون حاسمة لجمع كل دول العربية نحو رأي واحد وهدف مشترك مع قرارات للدفع بالأحداث الجارية نحو الوقف الفور بعد أن فشلت القمة العربية السابقة في السعودية في الخروج بأي قرار مؤثر لوقف الأحداث في القطع وحسب مراقبين فإن الجزائر تهدف لإنجاح القمة وجعلها تاريخية لوقف الأحداث فورا طبعا هناك دول تأسفت الجزائر على موقفهم وانتقادتهم الذي وصفته بالرديء والضعيف موقفهم رغم أنهم كان يمكن حسب وزار الخارجي أحمد عطاف أن تكون تلك الدول فاعلين بشكل أكبر لكنهم تخلوا عن أي محاولة تأثير كالمغرب والإمارات ومصر وقبل الكشف عن المفجأة المدوية في اعتراض وعدم حضور مرسى قبل المغرب والإمارات هناك عدد كبير من الدول العربية دعت تفوير الجزائر للتعجيل بها خاصة وأن الجزائر تحشيد دعما دوليا وليس عربيا فقط لأخذ مصار للوقف الفوري نهيك عن كون الدعو لهذه القمة العربية في الجزائر تأتي بتزامن مع جهودها القوية التي تقودها في مجلس الأمن بمشروع ينتظر على تطارد عليه أمريكا بالفيتو لهذا وحسبهم فانعقادها سيكون قبل طرح عمار بن جامع لمشروع الجزائر في مجلس الأمن لتكون خطوة سباقية لدراسة حتى المشروع وهي محاولة حسمة جدا كما ينصدر أن لا يحضر رأى الملك المغربي محمد السادس وحتى رئيس الإمارة المزايد لأن الأخيران على خلاف حد مع رئيس سبون وأصلا هما منذ بدء الأحداث لم يقوم بأي محاولة وضحة وعملية لوقف الأحداث ولم يدعم موقف ولا مشروع الجزائر ولا جهودها فحتى الجزائر أصلا زر موقفهما معرقلا ومخيبا لكل جهود رمية لوقف الأحداث لهذا فلا فائدة من حضورهما إن لم يحضروا والأهم حضور دول فعل الأخرى خاصة وأن قطر وسعودية ومصر يدعمون بقوة حسوة صحف محلية إجراء قيمة عاجلة في الجزائر مع المشروع الذي سيطرحه قريبا عمار بن جامع في مجلس الأمنة وللعلم فإن الطلب حاليا منهم يدعون لتكون قيمة يحضرها كل حكام بعد أن كان الطلب في الأيام الأخيرة يدعون من أجل الدعوة لعاقد قيمة عاجلة استثنائية على مصوى وزراء الخارجية العرب فقط والطلب زاد الآن ليكون حضور كل الحكام العرب بما أن الوضع تأزم وتصايدية زايد خاصة مع عدم تنفيذ قرارات للمحكمة العادل الدولية ولا قرارات مجلس لهم لهدف الجميع يعاولون على القمة المرتقبة في الجزائر مع كل هذه الدعوات لعلها تخرج بخطوات عملية وقرارات ينفدونها جميعا تكون ضغطا حقيقيا وفاعلا للمساهمة في وقف الأحداث نهيك عن كون المطالبة بعقد القمة العاجلة في الجزائر جاء لبدأ تورط بعض الدول العربية في محاولة صحية كالسيناريوات وصفت بالغير المنطقية والمرفضة خاصة بما بعد كل انتهاء الأحداث وينتظر أن يتعهد الجميع بعدم المشاركة في أي مخطط قد تحاول أطراف جهر العرب إليه مستقبلا في القطاع الوزير الأول ندير العربوي يكباح فرامل بوريطا ويحسره دوليا وولي العهد السعودي يتراجع ويغير أهدف الزيارة إلى الجزائر بعد موقف صارم عليه بداية يستمر الوزير الأول ندير العربوي في تصديل كل محاولات نظام المغربي في التشويش على الجزائر خاصة لمدعو بوريطا وزير خارجي المغرب والذي كلفه الملك المغربي حسب ما أوردته صحف عربية بإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليقبل دور الوساطة مع الجزائر ويتوجهها للرئيس بول لإقناعه بالصلح والحوار مع الملك المغربي طبعا محاولتهم أصلا مشمهوها ويريد محمد سادي الصلح ملتوي ويلزفه على شروط الجزائر لهذا يدفع بن سلمان على رأسه لمحاولة توسط له لكنه وجد ردا سريعا وفوريا من الوزير الأول ندير العربوي والرئيس بول على النظام المغربي سواء بوريطا أو ماليكوه فالعربوي متكفل بكفح فرام البوريطا ومحاصرته دوليا وكشفه تماما كمكان يفعل العربوي عندما كان ممثلا للجزائر في الأمم المتحدة وحتى حاليا بجهود دبلوماسية في الحكومة مع عدة دول خاصة المحيطة بالجزائر والعربية التي هناك مخطط من المغرب حليفته الإمارات لجعلهم ينقلبون على الجزائر حسب ما أورده سياسيون ومراقبون وصحفة وطنية ومن جهات أخرى الرئيس سبون حسب مراقبين بتحركه الفوري بالتزامن مع الحملة والتوجه المباشر من الملك المغربي وتمكنه من إقناع بن سلمان لتولي دور وسط عجلة للحوار مع الجزائر وتقريب محمد السادس من الرئيس سبون لكن طبعا وفق هوا محمد السادس والأهداف التي يريدها هو شخصيا والعقوبات التي يريد من الرئيس سبون أن يرفعها على بلاده لكن سرعان متجددت تأكيدات من الجزائر بالرفض القطع وأن العلاقات وصلت نقطة لاعودة وأنه لإعادتها عن الملك المغربي تنفيذ العديد من الشروط الجزائرية الكثيرة حتى ولي العهد السعودي حسب صعف محلية فإنه تلقى هذه الشروط وبت يعلمها جيدا التي إن لم يطبقها ملك المغرب محمد السادس فلا داعي من بن سلمان ليحرج نفسه ويحاول وسطها التي ستكون مرفوضة لو لم ينفذ الملك المغرب يكون الشروط ويقدم كل تنزولات المطلوبة لأن النظام المغرب تمد كثيرا في التخطيط والتأمر والتشويش على الجزائر ومحاولة محمد ثالث الحوار يجب أولا أن يتوقف عن كل ما يقوم به ويصحى أخطاه كما يعدل مواقف بلاده من العديد من القضايا التي يخلف فيها الجزائر لتكون خطوات عملية على الأقل لأرضاء وإقناع الجزائر بحسنية أما غير ذلك فلا وزيارة بن سلمان المرتقبة للجزائر حتى وإن عرض على الجزائر مطلب محمد ثالث وبدأ الوساطة فسترفض بن سلمان حسب خبراء يدرك هذا الأمر جيدا ويعتقد أنه مع سمرار ضغط المغرب عليه للتوسط لهم لدى الجزائر سيدغطه وبدوره أيضا على محمد ثالث ليونفذ جزءا كبيرا من شروط الجزائر قبل قبول طلبه بالتوسط فمن غير المعقول حسب سياسيين جزائريين أن تقبل الجزائر الحوار مع النظام المغربي في حين نفس النظام المغربي مستمرون بنفس سياساتهم لدى الجزائر ولا تقبل الجزائر سياسة المصفحة بيد وترك له فرصة الغرفات وحتى من حيث تبادل زيارات لكن لمفاجأة المدوية التي ستتقل المباحثات وفق صحف مغربية مع إصرار ملك المغرب على وسطة سعودية له لدى مع الجزائر وهو الأمر الصعب والذي سيجد بن سلمان حرجا كبيرا في فتحه مع الرئيس سبون لأن الرئيس سبون كان حدر من أي محاولة للوسطة وأنه سيرفلها جاء ذلك بالتزامن مع ذكر الصحفة المغربية عن زيارة بن سلمان للمغرب واجتماع مغلق له مع ملك المغرب لفتح موضوع الجزائر والوسطة ليطلب منه التوسط لدى الجزائر ويقنع الرئيس سبون بالحوار معه إذ يحاول ملك المغرب استغلال علاقة بن سلمان طيبة مع الرئيس سبون ليقبل الحوار ويرفع عن المغرب بعض العقوبات كأن طائرات المغرب وغيرها من العقوبات الجزائرية وكشف محللون أن محمد الثالث يحاول الضغط على بن سلمان قبل سيارته للجزائر عبر محاولة توسط المغرب في الأزمة المجتعلة مؤخرا بين السعودية والإمارات ويرى ملك المغرب في هذه الأزمة حسبهم أفضل فرصة لتوسطه وبينهما ويدفع بن سلمان لتوسط له مع الجزائر فالعجيب أن الملك المغربي مستمر بنفس سياساته العدائية للجزائر ويواجه كل إعلامه ضد الجزائر ومستمر في تطبيعه الاستفزاز وفي نفس الوقت يبحث عن الوسطة والصلح لرفع الجزائر عليه كل عقوبات في تناقض غريب وعجيب خاصة مع إصراره في إقحام السعودية في المنتصب رغم أن الجزائر أكدت في أكثر من مرة أنها وصلت لنقطة لا عودة مع نظام المغرب عبر إضاح كل شيء لأي طرف يحاول الوسطة ويفضح كل أفعال مغرب ضد الجزائر ليعرف جيدا من يحاولون الوسطة من هو المخزن وأفعالهم المشينة والعدائية ضد الجزائر والتي من شبه المساحل أن تردى الجزائر الوسطة لأيضاء